بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حي الله أبنائي وبناتي حياكم الله مع حصة مميزة تميزت بسبب ما نتلوها فيها من آيات من كتاب الله عز وجل بارك الله فيكم أتمنى أن تكونوا قد أديتم الواجب المطلوب منكم بالأمس قبل أن نتابع السورة التي سنتناولها بالتلاوة اليوم سأراجع معكم ماذا تناولنا بالأمس أي سورة كانت وهي كانت من سور الحفظ نعم أحسنتم نعم سورة الرحمن سورة الرحمن اليوم بإذن الله تعالى سننتقل إلى سورة أخرى لكن ليست من سور الحفظ هذه السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي لا يبدأ فيها بالبسملة هكذا وصلنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي سورة سورة مدنية عدد آياتها كم؟ نعم مئة وتسعة وعشرون آية آية بارك الله فيكم كونوا معي أحبابي قبل أن نتلو هذه السورة لا بد أن نقف قليلاً عند الأهداف التي نسعى دائماً لتحقيقها في كل حصة دراسية هذه هي الأهداف أمامكم الآن أولها التأدب بآداب القرآن الهدف الثاني الذي نسعى لتحقيقه وهي قراءة الآيات قراءة صحيحة مع مراعاة ضبط الحركات وأحكام التجويد أيضاً ونحن نقرأ هذه السورة نتدرب على كيفية النطق الصحيح للآيات ونستخرج بعض أحكام التجويد أيضاً نتعرف على بعض علامات المصحف أثناء التلاوة نستخدم جدول التصويب الذي ذكرته لكم بالأمس تنبيهات لا بد أن نتنبه إليها في كل حصة من حصص القرآن أولها لا بد أن نخلص العمل لله عز وجل فنحن في حصة تلاوة لا بد أن نخلص العبادة لله من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها إذن لن نحصل على هذا الأجر وهذا الثواب إلا إذا أخلصنا هذه العبادة لله نعظم الله عز وجل ونحن أمام كتابه خير الكتب نحترم القرآن يا أحبابي نحترم القرآن فعندما نفتح المصحف لا نتشاغل عنه بأي شاغل من شواغل الحياة نحرص على الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم نحرص على الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الشيطان دائماً يتسلط على الإنسان ويوسوس له من أجل ماذا؟ من أجل إفساد هذه العبادة العظيمة أو هذا الذكر العظيم وخير الذكر تلاوة القرآن الكريم التركيز بالنظر في المصحف نحن في حصة التلاوة لكي نحصل أو نحصل على نتيجة أمتازة مجودة تلاوة متقنة لا بد أن نركز النظر في المصحف لكن هل يكفي ذلك؟ لا بد أيضاً من الاستماع والإنصات الذي أمرنا الله عز وجل به نستخدم جدول توزيع الآيات المقررة لنا لا بد أن نضع دائماً جدول على سبيل المثال الآيات اليوم من 1 إلى 16 في هذا اليوم هذا هو الجزء المقرر لماذا؟ لتنظيم التلاوة وعملية التدريب على كيفية التلاوة هذا هو نموذج للجدول التصويب طبعاً مهم جداً أن نضعه بجوار المصحف ما فائدة هذا الجدول؟ على سبيل المثال يساعدنا في تحسين التلاوة والوقوف على الكلمات التي قد تصدر منا خطأ فلو عملنا الآن مقارنة بين الرسمين الرسم العثماني والرسم الإملائي وسأقف وإياكم عليه أثناء التلاوة مثلاً هنا عاهدتم هذا إملاء لكن كيف هو في المصحف؟ هل هناك ألف؟ لا ولكن هنا ألف صغيرة ثم ثم الهاء وهكذا عاهدتم هذا هو بالرسم العثماني الألف الخنجرية الصغيرة ولكن في الإملاء نكتبها كما تشاهدون عاهدتم وكذلك أيضاً بالنسبة للكافرين كذلك نكتبها بألف صغيرة دائماً تشاهدون هذه الألف وأنتم تثلون الآيات ضبط نقطق الكلمة دائماً أضبط الكلمة وسأقف على ذلك أثناء التلاوة ما هي الكلمة التي دائماً أخطئ فيها؟ أدون هذه الكلمة وأكتب الصحيح منها لأتدرب على كيفية النطق ولن يحصل هذا وكذلك الحركة أكتب الكلمة بالحركات بالحركات كما هي موجودة أمامي بالمصحف ولن يحصل هذا إلا بأمرين بأداتين مهمتين الأداة الأولى وهي النظر والتركيز الأداة الثانية وهي الإصغاء والاستماع لكلام الله عز وجل سؤال كيف كيف أستطيع أن أقرأ القرآن قراءة صحيحة سليمة؟ كيف أستطيع أن أرتل القرآن؟ كيف أصل إلى درجة المهارة بالقرآن؟ الأولى مهم أصل إلى هذا أول أمر الاستماع والإنصات قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إذن الاستماع والإنصات مهم جدا للحصول على تلاوة سليمة من الأخطاء الجلي أيضا التركيز تركيز النظر في المصحف أيضا تعاهد القرآن كيف أتعاهد القرآن؟ بالتلاوة المستمرة وعدم هجران الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا لذلك تعاهد القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها سورتنا لهذا اليوم كما تشاهدون أمامكم هي سورة التوبة لاحظوا الآن أمعن النظر في السورة ماذا تلاحظون؟ ماذا تلاحظون؟ لماذا أنا وضعت هذا السهم الذي تحرك منذ قليل أمامكم لماذا وضعت هذا السهم؟ تفضلي أحسنتي أحسنتي للإشارة إلى أن هذه السورة لم يبدأ فيها بالبسملة هذه السورة الوحيدة في القرآن التي لا يبدأ فيها بالبسملة ونبدأ فيها بالاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وضعت لكم بعض العلامات أو هذه الدوائر كي أقف على بعض الكلمات هذه الكلمات ماذا بها؟ البعض قد يقرأها بحركات أخرى أو بحكم آخر فهنا لاحظوا معي في بداية الوجه براءة من الله ورسوله إذن هكذا تنطق لاحظوا اضبطوا كتبت لكم أضبط الكلمة نضبط الحركة نضبط الحكم التجويدي وهو المد الذي نراه نعم أحسنتم هنا أيضا كلمة أخرى ولاحظوا الآن الألف الصغيرة الخنجرية التي أشرت إليها منذ قليل في جدول التصويب كيف تقرأ هذه الكلمة؟ لاحظوا الفرق بين هذه الألف وبين هذا المد كيف تقرأ؟ أيوة تفضلي نعم أحسنتي عاهدتم عاهدتم أحسنتي هي مقدارها حركتين لا نزيد عن ذلك إلى خمس حركات كما في السابق في بداية السورة ننتبه هنا ونضبط الحركة في الآية الثانية غير معجز الله نضبط الحركة لاحظوا هنا تحت الزاي كسرة غير 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 لدي ضم فوق الرأ وبما أن هناك ضم فوق الرأ فهنا تفخيم أيضا غير معجز الله نعم بداية الآية الثالثة وهنا كثير يخطئ في قراءتها لاحظوا والسبب إهمال بعض الحركات وأذان من الله ورسوله وأذان لاحظت فيه الألف الخنجرية التي قد يهملها البعض فلا يقرأها انتبهوا للضبط الحركة هنا أيضا لا يحصل اختلاس في الحركات في الآية الرابعة كيف تقرأ تفضلي اقرأي لي هذه الكلمة نعم أحسنتي فأتم فأتم إذن عندنا همزة البعض يقرأها بسرعة دون تمهل فيختلص الحرف والحركة فأتم فننتبه للهمزة هنا أيضا هذه الكلمة في الآية الخامسة واخذوهم واحصروهم ننتبه لضبط الحركات في احصروهم لاحظوا معي الضم على الصاد والراء لأن البعض أيضا يقرأها بحركات أخرى مخالفة طيب من يقرأ لي هذه الكلمة هنا في الآية الخامسة أيضا فإن تابوا وقاموا الصلاة يلا تابعوا تابعوا ركزوا النظر وانتبهوا للحركة فوق الواو نعم أحسنتم وآتوا وآتوا الزكاة واضح واضح طيب هنا الآية السادسة وإن أحد من المشركين يلا من يتم من يتم نعم استجارك أحسنتم أحسنتم من المشركين استجارك فآجر طبعا لاحظوا همزة الوصل نضبط يا أحبابي الحركات إذن لاحظت هنا ضبطنا الحركة ضبطنا أيضا نطق الكلمة ضبطنا بعض الأحكام التجويدية بعض الأحكام التجويدية طيب عندما أرى مثلا وأنا أتلو القرآن وأنا أقرأ هذا الوجه هذه العلامة تشاهدونها الآن صلة على ماذا تدل لماذا هي موجودة لماذا هي موجودة صلة إذن تدل على أن الوصل أولى طيب ماذا يحدث لو وقفت يجوز أم لا يجوز نعم والوقف جائز لكن الأولى وصل الآية وأنا أتلو هذه الآية هنا أرى أيضا علامة أخرى في الآية الخامسة فخلوا سبيلهم وهذه العلامة هي الجيم هي الجيم على ماذا تدل الجيم هذه من العلامات التي أراها أمامي أحسنتم تدل على جواز الوقف طيب والوصل وجواز الوصل بارك الله فيكم نستمع الآن سويا إلى الآيات وركزوا النظر براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسول الله ورسول الله وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله إلا الذين عاهدتم من المشركين 129. ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 120. فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد 121. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم 121. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون 121. بارك الله فيكم على حسن الاستماع والإنصاد نتابع الآيات كونوا معي 132. هذه الآيات سألقي الضوء على بعض الكلمات التي يقرؤها يا أحبابي البعض بحركات خاطئة 143. فانتبهوا كونوا معي في الآية السابعة 154. هنا لاحظوا فما استقاموا 155. لاحظتوا الحركات وأيضا هذه القاف من حروف التفخيم 165. وأيضا المد هنا مقدار حركتين 165. لاحظوا الرسم العثماني كثير هنا واضح الألفات الصغيرة ننتبه لها ونركز النظر 165. فننتبه إلى مدها مقدار حركتين 166. هنا أيضا في الآية الثامنة 176. وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا 177. ننتبه لضبط الحركة في القاف والباء وهي حركة الضم 177. لا يرقبوا 188. واضح؟ 189. هنا يكثر الخطأ في هذه الكلمة 189. إغفال الحكم كثيرا من يغفل الحكم وكثيرا من ينطق هذه بدون الحركة الموجودة عليها وهي لا يرقبوا فيكم 189. لاحظوا الآن 209. إلا ولا ذمة 211. فهنا ننتبه إلى إلا 211. إلا أساسا عليها تنوين 222. وبعدها حرف الواو وهو من حروف الإضغام بغنى 222. فلا نغفل هذا الأمر وننتبه إليه جيدا 233. أيضا هنا تكررت معنا 244. لمن يحفظ القرآن الكريم 244. هنا تشابه في الآية 244. الحادي عشر مع الآية 255. السابقة في الوجه الذي قبله 255. فإن تابوا وأقاموا الصلاة 265. وآتوا الزكاة 266. وآتوا 276. لاحظتوا 277. وآتوا 287. أيضا هنا 288. من بعد عهدهم 298. ننتبه لضبط الحركات 309. بالنسبة للدال 309. وأيضا حرف اله 309. في الآية الثانية 309. من بعد 309. فأسمع 309. دائما قراءة خاطئة 3110. بالنسبة للكسر 3110. بالنسبة لكسر 3110. هنا كسر 3110. ننتبه يا أحبابي 3210. أيضا في نفس الآية 3310. إنهم لا 3310. أيمن 3410. أيمن 3511. أيمن 3511. أنتبهوا 3611. الياء عليها 3611. سكون 3711. والهمز عليها 3712. فتح 3812. إذن الهمز 3812. هنا 3912. عليها 3912. فتح 3912. فننتبه 3912. كونوا معي الآن 3912. واستمعوا 4012. للمقطع 4012. بارك الله فيكم 4012. كيف 4013. كيف 4013. كيف 4013. للمشركين 4115. وإن 41 tip 42 tip 43. كيف فَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعلوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين بارك الله فيكم على حسن الاستماع والإنصات نتابع الآيات هذه الآيات التي سنقف عليها لنتبه يا أحبابي إلى بعض الكلمات هنا لاحظوا في الآية الرابعة عشر لنتبه لضبط الحركة في قوله تعالى ويخزهم ويخزهم اضبطوا الحركة ويخزهم أيضا هنا الكلمة الأخرى ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور على طول بدون حرف زائد ويشفي صدور قوم مؤمنين لاحظوا الكثرة تحت الفاء فعلى طول ويشفي صدور ولا أزيد حرفا آخر أيضا هنا الكلمة الأخيرة في الآية السادسة عشر ولا المؤمنين وليجة طبعا أنا وقفت عليها فهنا وليجة لكن هي الكلمة بحركاتها وليجة وليجة واضح يا أحبابي في أي سؤال أو استفسار استمعوا للمقطع وهذا نهاية درسي هذا اليوم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون بارك الله فيكم على حسن الاستماع والإنصاد إلى هنا يا أحبابي ننتهي عند هذا القدر من الآيات لا تنسوا التدريب على هذه الآيات وأيضا في جدول التصويب ضعوا الكلمات المكتوبة اللي في المصحف بالرسم العثماني واكتبوها إملائيا أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين استوداتكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته